في خضم تطورات المتسارع التي تشهد أفغانستان اعتبرت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن المهمة العاجلة لطالبان تتمثل في استعادة الاستقرار والنظام بأفغانستان في أسرع وقت ممكن وتجنب وقوع خسائر في الأرواح وتفادي تدفق اللاجئين على نطاق واسع وذكر المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاوليجيان خلال لقاء صحفي أنه يجب احترام وضمان أمن ومصالح الشعب الأفغاني والمواطنين الأجانب والديبلوماسيين في أفغانستان كما أكد أن الصين ستواصل دعم إعادة الإعمار السلمي لأفغانستان والعمل مع المجتمع الدولي لمساعدة هذا البلد على تحقيق سلام واستقرار دائمين وأضافت شاو أنه كجارة صديقة لأفغانستان تنتهج الصين سياسة ودية تجاه الشعب الأفغاني بأكمله مبرزا أن بكين ستستمر في تقديم المساعدة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية في أفغانستان وبخصوص تصريح المتحدث باسم حركة طالبان بأن الحركة لا تريد أن يكون لها أي أعداء في الداخل أو الخارج وأن تعتزم تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان قال المتحدث أن الصين قد أحيطت علما بهذه التصريحات وأنها تتطلع إلى قيام حركة طالبان الأفغانية ومختلف الفصائل بإنشاء نظام سياسي منفتح وشامل من خلال الحوار والتشاور وتنفيذ سياسة داخلية وخارجية معتدلة ومستقرة خلال الإيموني في أفغانستان بيكين